السلام عليكم ورحمة الله نتكلم الآن عن عدد من عمليات الفصلة المختلفة التي تمثل بواسطة Symbolic Presentation باستخدام ما يسمى P&ID Piping and Instrumentation Diagram هذه الأشكال يمكن الرجوع إليها في المرجع الأول سيداراً هنلي والتي توضح عدد من عمليات الفصلة المختلفة التي لا بد للطالب من فهم آلية عملها هنأخذ بعض الأمثلة فمثلاً العملية الفصلة الأولى لدينا الفيد يتكون من Vapor أو Liquid يمر في وحدة Heating إذن مباشرةً لدينا Separating Agent هو عبارة عن ESA تحدث عملية فصل ونلاحظ بإنه في حالة استخدام ال Vapor تكون لنا Vapor و Liquid أي بإنه الوسط الجديد الذي تم خلقه هو Liquid إذن عملية الفصل هنا تمت بواسطة Phase Creation إذا أخذنا Liquid هو الفيد نجد بإنه تحصلنا على Liquid ولدينا في الأعلى Vapor أيضاً لدينا ESA وال Separating Agent هو ESA وعملية اتقالة الفصل المستخدمة هي Phase Creation يمكن أن تتم عملية الفصل بطريقة أخرى خلاف عملية إضافة الحرارة بواسطة مثلاً Pressure Reduction ففي المثال الثاني نجد بإنه أضيف Liquid هذا ال Liquid تحصلنا هنا على Vapor ولدينا في الأسفل Liquid هذا هو Generated Phase وتحصلنا على هذا ال Vapor بواسطة خفض الضغط داخل الرياكتر أو داخل الكولم هذا الانخفاض أدى إلى تبخير جزء من مكونات Liquid نتيجة للاختلاف في درجة الغليان ونحن عارفين بأن ال Boiling Point ال Boiling Point دائماً لكل السوائل ترتبط مع ال Pressure فكلما انخفضت ال Pressure كلما انخفضت درجة تبخير السوائل وهناك عدة مثال عدة أمثلة لذلك كل الأشكال اللي أمامنا هي عمليات فصل العملية الأولى هي مثلاً عملية Condensation أو يمكن أن تكون عملية Vaporization إذا نظرنا مثلاً إلى عملية Absorption نجد بأنه نضيف ال Vapor من الأسفل والMass Separating Agent من الأعلى حدث هناك في هذه الصواني عملية Mass Transfer تحصلنا على ال Liquid وهو غالباً حالة MSA لذلك أضيفت من أعلى للاستفادة من الفرق في الدنسيتي وبالتالي صعود ال Vapor من أسفل مع نزول MSA من أعلى حتؤدي إلى زيادة Active Surface وبالتالي تحفيز وتحسين عملية الفصل شكراً للمشاهدة